السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم جميع اليوم حنتكلم على اهم الكلمات important words في اختبار ارامكو وهذه الكلمات غالبا ما تظهر في جزء المفردات في اختبار ارامكو حبدأ على طول طبعا حنبدأ بكلمة workshop workshop تعني ورشة وهي تختلف عن كلمة shop اللي هو محل طبعا عندنا كلمة store store تعني ايضا متجر او محل عندنا كلمة employee employee يوظف employee يوظف وتأتي مثلا في جمل انه ارامكو employ many people for example ارامكو employs many people بعدين عندنا كلمة employee employee هو الموظف اللي بيشتغل في مكان معين employer هو الموظف هو صاحب العمل employer في فرق في فرق بين employee اللي هو الموظف وemployer الموظف او هو صاحب العمل hire يعني يوظف hire يوظف وتوعا ظهرت في احد الجمل انه when did you when did ارامكو hire you متى وظفتك ارامكو pay pay تعني يدفع يدفع مثلا شركة ارامكو how much does ارامكو pay for you كم تدفع لك شركة ارامكو كراتب company company تعني شركة salary salary تعني راتب carpenter carpenter تعني نجار يعني الشخص الذي يعمل بالوود بالخشب welder هو اللحام الذي يعمل بالحديد remember يتذكر remember يتذكر remind remind يذكر please remind me that i have an appointment tomorrow try تعني يحاول او يجرب delay تعني يؤجل او يؤخر smith او gold smith اللي هو الحداد kind تعني لطيف شخص لطيف lazy كسول dirty متسخ messy فوضوي cheap رخيص وعكسها expensive غالي rich غني poor فقير borrow يستقرض وظهرت كثير في اختبار ارامكو borrow i need to build a new house so i will borrow money from my friends lend هو عكس كلمة borrow lend معناها يقرض يعطي فلوس give give money tools ادوات scissors مقص you need scissors to cut papers or you cut papers with scissors تقطع الورق بال scissors rope حبل allow هو فعل يعني يسمح وهو فعل نظامي الماضي من allow allowed agree يوافق disagree لا يوافق tired tired وهي صفة وتعني متعب manual وهي عكس automatic او عكس الكترك manual تعني يدوي chisel هو المدق وهي من التول من الادوات hammer hammer هو المطرقة wrench wrench وهو مفتاح الصواميل ladder ladder السلم razor razor هو موس الحلاقة outlet outlet وهو منفذ البيع elevator elevator تعني مصعد knife سكين dull دل وهي صفة وتعني غير حاد so we need to sharpen it cut يقطع transportation هي المواصلات train القطار liquid سائل price سعر taxes وهي الضرائب فات تعني سمين plane طائرة ticket تذكرة هذه كلمات مهمة جدا ship سفينة truck وهي شاحنة bridge bridge تعني جسر وظهرت في أحد الكلمات bridge connect Saudi Arabia with Bahrain highway طريق سريع crowded مزدحم وظهرت في أحد الجمل when I go to my work in the morning the streets are always crowded الطرق تكون مزدحمة noise noise يعني ضجة journey رحلة trip رحلة قصيرة travel travel تعني يسافر gold ذهب wood خشب lecture محاضرة catch catch يمسك successful ناجح realize يدرك silver يعني فضة wool wool وهي أحد اسمها materials وهي الصوف paper الورق وظهرت في أحد الجمل اللي هي عبارة عن magazines المجلات made are made of مصنوعة من paper leather بتعني جلد metal تعني معدن iron iron تعني حديد moon قمر sun شمس summer صيف autumn هنا الفصول كلها مطلوبة autumn خريف winter الشتاء spring الربيع weather الطقس meet يقابل meeting اجتماع get up conversation وتعني محادثة نكمل هنا cautious cautious تعني حذر أو بحذر لا cautious معناها حذر install مهمة جدا نحن نحتاج إلى فني overtime وقت الإضافي وارد نحن قلقين صفة تعني قلق كمية أو مبلغ enough 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 تعني كفاية أو كافي look forward to وهي تعني تطلع إلى interested in وهي تعني مهتم بي ويأتي بعدها فعل ing maybe ربما heavy ثقيل alone لوحده sharp حاد وهي عكس كلمة dull هي عكس كلمة dull details تفاصيل favorite مفضل وظهرت فيه كثير من الجمل cucumbers الخيار is my favorite vegetable boss مدير complain يشتكي effective فعال general عام explain يشرح stage وهي مرحلة freeze يتجمد dangerous خطير hazardous وتعني خطير جدا أيضا wealthy أو wealth wealth يعني الغنى أو الثروة wealthy غني absent تعني غائب وهي عكس كلمة present اللي هي تعني حاضر هذه الكلمات تعتبر أهم الكلمات أهم المفردات يجب حفظها مبدئيا بالنسبة للاختبار عرامكو في قسم المفردات إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات thank you very much موسيقى